أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الموسنين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأدخان فنفا مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اكتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسينه في إمام مبين واضربناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسل سنون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث لث فقالوا إنا إليكين مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل سنون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب الأليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ينا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضب الله لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المترمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنجد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الخلون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لهم ما جمجوا لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أطيئناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جانات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وباعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل لسلقوا منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمتا منا ومتاة إلى حين وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قل لهم أنفقهم مما رزقهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبينين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهنما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا سراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُفْرُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ إِصْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكنتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجع جنون وَمَا النُعَمْ عَمِرْهُ نَكِّسْهُ فِي الْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْ لَهُ الشِّعَرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِنْهُ إِنْهُ إِلَّا بِكُّ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْ لَا لَهُمْ مِمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلَّهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَى مَشْرِبَ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْبَرُونَ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ دَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ لُطْبَتِهِ فَإِذَا هُوَ خَصِيصٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي عَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَرَّةَ وَهُوَ بِكُلِّ لِخَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُنًا مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُمْ فَيَقُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُ لَوْتُ قُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِاسْمِ